في 2009 قتلت مروى الشربيني فاكرين من 2009 الغريب هذا السلوك الراقي من الألمان كل سنة في بداية شهر يوليو بيتم عمل تأبين أو حفل تأبين أو تذكرة أو ذكرى لمقتل مروى الشربيني وبيعزموا فيها مجموعة من الشخصيات اللي بتبعث بباقة حب وباقت ظهور ليه روح مروى الشربيني ولاية ساكسوني وزارة العدل الألمانية أحيو الذكرى بتاعة وفاة مروى الشربيني وكان مدعو من مصر المحامي الدولي والإعلامي الزميل خالد أبو بكر ممثل عن أسرة مروى الشربيني خليني أستاذ خالد مساء الخير أستاذ خالد مساء الخير أهلا وسهلا مساء الخير أستاذ داشئن أنت لسه في ألمانيا؟ نعم أنا لسه في ألمانيا الحقيقة يعني أنا بشكرك الأول على تذكرك للمصرية مروى الشربيني رحمة الله عليها والحقيقة يعني أنا شهدت احتفال رائع باسم الإنسانية ضد كل عنصر من عناصر أي شيء ضد الإسلام أو ضد السماحة وكان فيه تكريم كبير جداً لشخص مروى الشربيني ولاية ساكسني ووزارة العدل في ولاية ساكسني قررت إقامة احتفال بذكرى استشهاد مروى الشربيني أمام المحكمة التي قتلت فيها والحقيقة الاحتفال كان فيه العشرات اللي جم من مدر مختلفة في ألمانيا وكان موجود وزير العدل في ولاية ساكسني وكان موجود نائب وزير الثقافة ومدير جائرة الأجانب ورئيسة محكمة دريسدن وعدد من المسؤولين وزي ما حضرتك عائل 2 شهرين هم قرروا أن هم يسموا الحديقة اللي أمام المحكمة باسم مروى الشربيني كمان منذ سنوات كان تم وضع لوحة تذكرية فيها حكاية مقتل مروى الشربيني باللغة العربية وباللغة الألمانية وفيها عبارة أن ولاية ساكسني تتعاطف تماماً مع أسرة مروى الشربيني التي راحت ضحية العنصرية الحقيقة كان مشهد رائع وكان مشهد خلاني فخور بهذه البنت الأم الأخت الطيبة اللي قتلت ب13 طعنة وهي أمام القاضي وكان معها زوجها وابنها فهي دعوة يعني كي يذكرنا الألمان بأن لنا يعني ابنة ماتت ضحية العنصرية ويعترف الألمان بهذا يعني السلوك العدواني الموجود أتمنى يعني سيد خالد كيف نستفيد إحنا في مصر وإحنا بنحاول ناخد اللقطات الجميلة من الشعوب الأخرى كيف نتعلم من هذا الدرس منسقطه في مصر؟ النغار يعني إن إحنا نغير إن الألمان بيتذكروا بنتنا يعني دي أول حاجة فيعني كنت أتمنى إذا كان يعني بنتنا راحت ضحية العنصرية إنه حتى وزير الثقافة هنا في مصر كمان سقيفة إلي يعني برضو إذا كان الألمان بيفتكروا هذه البنت الطيبة واعتبروها مثالا رائعا للتسامح ومثالا رائعا للإسلام فكنت أتمنى أن يكون أيضا يعني للبعض في مصر دورا في تذكر مروى الشربري ده واحد اتنين إنه لازم نعرف أن الجريمة موجودة في أي مكان يعني تتحدث عن ألمانيا يعني قمة أوروبا تتحدث عن محكمة جنائية يعني قمة الأمن تتحدث عن داخل القاعة وتتحدث أثناء نظر الجلسة وتقتل ب13 طعنة فالخطأ وارد في أي مكان والجريمة موجودة في أي مكان وكل مجتمع به أمراض وكل مجتمع يواجه أمراضه بحقيقة وبلا هروب ده اللي ممكن نتعلمه أستاذ نشأ ده اللي ممكن نواجه أنفسنا به إزاي ما عندي رمض عالمي بهذا الشكل يصفه العالم في أوروبا كله بأنه رمض للتسامح والحرب ضد العنصرية وانا في مصر ما استغلش هذا الرمض صحيح ليه دايما أنا خطابي العالمي أنني أهاجم ليه أنا ما هاجمش ليه ما أقولش أنا وقفت في الكلمة اللي قلتها وقلت لهم أن هذا أقل ما تقدموه لروح مرأة الشلبين لأن المحكمة الألمانية هي التي كانت مسؤولة لحماية روحها صحيح وبالتالي كل المسؤولين اللي كانوا موجودين يعني مساهمين بشكل أو بآخر حتى بشكل سلبي عن عدم حماية هذه المرأة البسيطة منذ 13 عام ده كله ممكن يستخدم في خطابنا الدولي لأنه دائما نحن نهاجم ولا نهاجم با إحنا في موقع المدافع دائما ليه أشهد خالي ليه دائما في موقع المدافع لأنه ده يوجد تخطيط لفكرة صورة مصر الدولي أنا عايز أقول لحضرتك إيه الكلام ده بيفرق في الاستثمار وبيفرق في السياح وبيفرق في القضايا السياسية وبيفرق في موضوع حول الإنساز الفكرة أنه أنت أتعرفش تكلم مين وتكلمه إزاي وتكلمه إمتى يعني أنا دلوقتي لو عندي مستثمر أجنبي ينزل يكلم مين طب هيكلم مين الساعة الأولى ويتصور مع مين وبعكية يروح في إيه بقى يعني يروح يكلم المستوى الثاني والثالث والرابع دخل في واقع أليم عندي وفد سياحي عايز يروح مكان برضه في نفس التوقيت يروح مكان ظاهر كي نأخذ الصور وبعد كده برضه يروح إلى الطبقات أخرى صعب التعامل معه لحد ما لاقي قضايا المحلية نفسها تنشر ويصدر لها صورة سلبية في الخارج علما الحقيقة مش كده لسه كنت قبل ما أعمل مداخل مع حضرتك كان عندي قضية إزالة العوامات الموجودة على النيل للأغراض السكنية واللي ما دفعوش ومخالفين للترخيص اتفاجئت أنه الأربع خمس صحف أجنبية كبيرة زي نورك تاين وشنطن بوست الجارديان الصحف والمواقع الأجنبية بيتكلموا على أنه مصر بتقتل الطراث والتاريخ بشكل غريب جداً فدي نموزك للي أنت بتقول عليه أنه بيتم استخدام أمور داخلية على غير حققتها في الخارج لتحقيق أغراض لناس معينين يا فندم هو إجابة واحدة ووحيدة هذه الإجراءات التي تتم في مصر تتم تحت رعاية القانون المصري والنها بالعام المصري يعني أنا النهاردة في تعادل السلطات في مصر أنت ليه ما بنقش ماذا تفعل إنجلترا وأمريكا في ملفات أخرى متعلقة بالتفرقة بين الصود والبيض أو بعض الامتيازات الممنوحة لبعض الأشخاص داخل إنجلترا نتيجة سرقهم المادي الكبير أو في مليون قضية في كل مجتمع أو العنصرية الموجودة هنا في ألمانيا لكن ليه ما انتظر أن هم يهجمونا السؤال واحد ووحيد هل هذه الإجراءات تمت تحت بصر وبصيرة النائب العام في مصر نعم خلاص قضية الأمر متكلمني مش مسموح تكلمني المسموح إن أنا أعمل فصل بين السلطات أعمل نوع من العدالة الشفافة عشان خاطر أبقى بواجه المجتمع بقوة المجتمع الدولي بقوة مطلوب كمان عدم الغموض في بعض القضايا مطلوب الوضوح الكامل لأن قضايا الرأي العامة أستاذ مشأت ليست ملك أشخاص دي ملك الناس كلها لأنه ما بتتكلم في مال عام أو في إجراءات عامة أو في وظيفة عامة دي مش من مصلحة أي شخص أو من حق أي شخص إخفاء أي معلومة عنه الصحية الزنب هي اللي تداري في النهاية طيب أستاذ خالد خليني ولما زادت تقريبا استفادنا جميعا خليني لو ينفع عندك وقت انت قريب تقرير مراسلين بلا حدود اللي كان بيهاجم فيه بعض الإعلامين في مصر ويكون منهم أنا وحدك أعتقد قريبت هذا التقرير تعليقك إيه على التقرير أولا أنا أريده باستفادة باستفادة ثانيا آه باستفادة ومن يقلل من أهمية هذه التقارير يعني يبقى مش عارف معايير العمل الدولي عشان نكون صرحة يعني دائما أنظر لعدوك كيف يستخدم الأسلحة ومن الغباء كل الغباء أن تعتقد أن هذه الأسلحة ضعيفة لا هي أسلحة مؤثرة فهنا بقى يجب أن ترد بسلاح أقوى إيه هو كيفية الرد القانوني أو اللي يتمشى مع المعايير الدولية إيه؟ لا يوجد رد قانوني يوجد رد عملي وأنا تحدثت مع النقيب ضياء رشوان منذ دقائق وضياء فرانكوفون يعني يعرف كويس قوي هذه المنظمة ويعرف كويس جدا كيف تعمل أنا بقى أطالف أن يتم الرد عن طريق نقابة صحفين مجلس أعلى الإعلام الهيئة الوطنية الهيئة العامة للإستعلمات كل الناس دي تشترك مع بعض وتتولى ملف الرد على الاتهامات التي يسوقها البعض ضد الإعلام الماضي إيه قصة عشان خاطر محدش يعد يلفه ويدور كتير القصة إن إحنا من أول ما الرئيس سيسي مسك لما قلنا له تعلمتك وانتاني بقول وبهني كل إعلام كان موجود على الشاشة وكان عنده ألم في 36 أقول له انت بطل وهتفضل بطل وردى من ردى وأبى من أبى هتفضل بطل لأن انت اللي عرضت وشك للخطر المسؤولين القبار لو مشوا في الشوارع في لندن وفاريس مش يعرفهم الإخوان لكن الإعلاميين هعرفهم الإخوان فـ 36 كلنا استدعينا الرئيس السيسي الإعلاميين اللي طلبوا والإعلاميين اللي حشدوا الناس والإعلاميين اللي نزلوا الناس وقالوا الرئيس السيسي تفضل قادي البلد بين إيديك كان قدت لنا مهام صعبة فما كان شينفع روح أقول له طب خلي بقى لك من دي طب اعمل دي طب ود دي فكنا لسبب أو لآخر يتم وأنا بقول الكلام ده على الهواء والناس سمعانا وإنت عارف وأرجو اللي يكدبني كدبني كان بيتم من مجموعة وطنان الإعلام نوع من أنواع يعني بيحارب الإرهاب والدنيا تعبانة والحال قصصية صعبة فكنا بنحاول بقدر مستطاع نلم على بيتنا زي ما يكون كده أنت عندك مناسبة في البيت أنه حد بيتعالج مايبقاش بقى أنا من السخافة أقول له والله أنا عايز أشتري حاجة جديدة أنا عايز أعمل مش عارف إيه فكنا يعني خلف رب الأسرة بنوع من أنواع الهدوء في المطالب صحيح بعض الناس حابت تعمل أبطال لا دلوقتي والتعليم دلوقتي والصحة دلوقتي وأصله ما جابش وأصله ما عملش وأخبحت بطولة واخد بالك واللي قاعده أربع خمس سنين يسانده ويناصره يتساهموا بعض الاتهامات دلوقتي دا مش عدل ما هو من السهل جدا أن تنتقد لكن من الصعب جدا أن تدير بلد بحجم مصر وكان من الوطنية الالتفاة حول هذا الرجل العالب كانت بتموت ولادنا فكنا نروح نعمل إيه كنا منحارب إرهاب وكان عندنا إحتاطة نقض ضعيف جدا وكانت من الظروف الاقتصادية تعبانة وإمدادات البترول مقطوعة ولعالم مش معترف بتلاتين ستة فكان لها بد من الالتفاف الوطن هذا الالتفاف الوطني سماه البعض سماه البعض أنه غياب عن فكرة النقد لصالح الدولة مثلا لا تلاق وانت النهاردة بعد مرور تسع سنوات لها أقولك لا لو مش عجبك حاجة أقول لو بتنتقد أقول لكن ملاكش داعب وأساس الدولة بتاعتي ما تتمليش بلد بقى أنا ما صدقت بنتها يعني ما توصلنيش لمرحلة أن أنا أضيع التعب ودم الناس اللي راحت دي كلها وتكسر لي مشروع أو تكسر لي مؤسسة لا أنا مش أسمح لك صحيح أنا كل داع عملته تاني فلكن لكن الرد على بس هذه الأمور لابد أن يكون بمزيد من الشفافية ومزيد من حرية الرأي ومزيد من الحرية في طرح الأمور أنا أعتقد أن الأغلبية المؤيدة تحتاج إلى حوار وطني بعد الحوار الوطني الذي يدعى إليه نجوم المعارضة التلفزيونية لأنه واضح أن الأغلبية أيضا تحتاج إلى نوع من أنواع التعم المعنوي حتى تستطيع أن تفعل الكثير والكثير وتقدم الكثير والكثير أتمنى أن يكون هناك احترافا في الرد على مثل هذه التقارير أنا أشكرك جدا الأستاذ خالد أبو بكر المحام الدولي والإعلامي وصديق العزيز شكرا لك من ألمانيا